التكنو بوفا فايف حقيقة الاضافات اللي صارت عليها جدا بسيطة مقارنة بالتكنو بوفا فور ليش لهذا اجاز الشخصي وجاي استخدمه المساعد المل لل اس 23 فهذا مساعد لهذا فراح لابكم شوفوا رقاتي المهمة اللي يجت على هذا اجاز بنفس السعر هاي بعد الفتحة معلته فهذا راح يجينا الجهاز طبعا الكارتونة كلش حلوة هذا هو الجهاز هاي تشطربة الجهاز حقيقة كلش حلوة اللون هنا هم منطيرة حلو اذا تتوقعون انه هذا ما يشبه القديم انتم متوهمين شوفوا التشطربة من القديم شوفوا التشطربة من الجديد وشابها واحد يشبه الثاني ماكو فرق ذاك الكبير زيلا نشن البعاد موجود بالكارتونة دبوس وهذا ما ادري ايش اشياء ما التكنو هذا الحافظة ما الحماية وعندك هذا الشاحن الموجود وعندك هاي السماعات وكذلك هنا الخمسة واربعين واط هو اول شي بدي له بالجهاز الجديد عندما فعلنا الجهاز هذا شاشة اشغيل هذا شاشة ستة بوينت ثمانية وسبعين لكن هذا القديم ستة بوينت ثمانية وثمانية شوف هنا الشاشة وهذا الشاشة يعني الشركة قللت من حجم هذ الشاشة بينما هو ستة بوينت ثمانية وثقات اللي صارت على هذا الجهاز طبعا المعالج نفسه ما غيرت الشركة لكن اضافت الذاكرة الميتين وستو خمسين بدل المية وثمانية وعشرين هذي واحدة اضافة الثالية اضافت لك سماعتين استيريو من الاعلى والاسفل هذي ما كانت الموجود بالقديم الي اضافة الثالثة انه اضافة الخمسة واربعين واط بدل الاثمونتاعش واط البطارية نفسها ستة الاف ميلي انبير عدل تحديث الشاشة صار من وعشرين بدل التسعين وهنا صار الفول اجدي بدل الاجدي بلس بالجهاز القديم او بالنسخة القديمة معالج نفسه الاداة رح يكون نفسه حدد اقريبا نفس الشكل مع الجهاز ما غيرت لك بالحواف ولا غيرت لك بالاشياء لكن الظاهر شوية عدلت بي بس التعديل من الالوان هنا كان والتشطيبة اريد اشوف هذا الجهاز نعم اكو اضافات لكن انت اذا عندك البوفا فور ما يحتاج انه تروح للبوفا فايف اما اللي ما مشتري نعم ممكن يستحق سعه ما بالنسبة للكاميرات نفسها ما غيرتها كاميرا امامي وكاميرا خلفية وباقي الاشياء كلها بقد ثابتة بعد تجربة الشخصية لهذا الجهاز راح نقل لك كل المميزات والعيوب الموجودة على هذا الجهاز وهلي يستحق انه تشتري هذا الجهاز بمية وخمسين دولار قريب الميتين الف او ما عدش قد الميتين وشوية او لا تحياتي لكم وفي عوان الله